دوس مع سارة أحمد صباح الخير ويسعد صباحكم مستمعينا معاكم سارة أحمد في دوز وحكون إن شاء الله معاكم من الساعة 11 للساعة 12 طيب قبل أن نبدأ حلقتنا حذكركم بأرقام التواصل 012-6161-100 للاتصال ولمشاركتكم طبعا موضوعنا ومشاركتكم كمان جوائزنا وعلى الواتساب هيكون 055-6689-001 اسمك الثنائي ومدينتك والجائزة اللي أنت حاببها طبعا كلكم حفظتوا خلاص مجوهرات فايندرا ما في منها صراحة موجودين في جميع مناطق المملكة فايندرا شغف الفضة بكل قطعة ومن السهل الوصول لأي فرع من فروع موجودين طبعا في المملكة العربية السعودية وكمان في الإمارات وتقدروا تزوروا الموقع الالكتروني تابعهم www.findra.com وشوفوا أجمل وأحدث القطع والتصاميم وطبعا فايندرا موجودين في معظم مدن المملكة والجائزة اللي بيقدموها المستمعين ألف ألف فقط كوبوم بقيمة ألف ريال سعودي طيب موضوعنا اليوم هو الاختلاف في الرأي وعدم التوافق في الأقوال والأفعال سواء مع نفسك أو للأشخاص التعانين والتعارض بين أمرين ما يتطابقوا نهائيا أحدهم صادق والآخر منافي تماما وهذا السلوك يغير فيه الشخص طريقة إدراكه موضوعنا اليوم يتكلم عن التناقض طبعا كلنا يعني في ناس تفهم أنه التناقض نفاق وفي ناس تفهم أنه التناقض معناته أنا إنسان غير متزن وفي ناس فهم التناقض أنه تناقض فكلنا بنعيش تناقضات في الحياة لأنه التناقض طبيعة إنسانية وكل شخص فينا في صفات متناقضة ومرات صعب نشوفها يعني في نفسنا ممكن نشوفها في غيرنا بس صعب نشوفها في نفسنا بس الأكيد أنه نلاحظها في غيرنا فكلنا بنعيش التناقض سواء بوعي أو من غير وعي وطبعا كل شخص على حسب إدراكه لنفسه وقوة ملاحظته لشخصيته والتناقض أكيد يسبب زعزع في الاستقرار النفسي فالشخص العاقل هو اللي يكون حريص دايماً إنه يوصل للتوازن والتصالح الداخلي والتناقضات في الحياة أو في الشخصية مختلفة مو شرط كلها سلبي ولا شرط كلها إيجابي بس أحياناً بنجلس مع نفسنا ومية فكرة وفكرة بتجري في بالنا وكلها عكس بعض وما تشبه بعض أساساً ونحس بالتناقض مرات أنت نفسك تتفاجأ من نفسك فمواقف معينة تكون متخيل أنه ردة فعلك تكون كده لكن تتفاجأ أنك تصرف تصرف أساساً ما يشبهك ومو معناته أنك متناقض بس طبيعة الحياة كده موسيقى طيب حرجع أذكركم على السريع بأرقام التواصل 012-61-61-100 للإتصال ولمشاركتكم موضوعنا وجوائزنا وعلى الواتساب حيكون 055-66-89-001 طبعاً الفورمي لو أن تعود من جديد أستعد التجربة لا تنسى في حلبة كورنيش جدة مع عودة أكبر حدث رياضي وترفيهي في المملكة جائزة السعودية الكبرى استيسي عيشوا معانا التجربة الترفيهية والرياضية اللي ما رح تنسوها الأكبر حدث في المملكة واللي يتضمن أقوى الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية العام 20-23 طيب خلال الفترة من 17 إلى 19 مارش على حلبة كورنيش جدة طبعاً بادروا بحجز تذاكركم عبر الموقع الإلكتروني وكمان لمزيد من المعلومات تقدر تشوفوا حسابات التواصل الاجتماعي على آد ساوديا ريبيان جي بي نسابق المستقبل طيب حنطلع معاكم فاصل سريع مع أغنية عبد المجيد تناقض دوز مع سارة أحمد ورجعنا لكم من جديد مستمعين وما زلنا معاكم على السمع وحرجة على السريع أذكركم بأرقام التواصل 012-6161-100 للاتصال ولمشاركتكم موضوعنا وعلى الواتساب 055-6689-001 ولا تنسوا اسمك الثنائي ومدينتك والجائزة اللي حاببها طيب مركز طبابة للأسنان والجلدية طبعاً موقعهم في شارع التحلية مركز الطبابة من أفضل وأقدم المراكز الطبية في جدة وأكترهم خبرة لأكتر من 20 سنة طبعاً وعندهم نخبة من أفضل الأطباء خبرة وعندهم أحدث الأجهزة العالمية مركز الطبابة مهتمين في معايير الجودة ودايماً حريصين على نظام التعقيم الصارم وحتى المواد المستخدمة في مركز طبابة مواد عالمية وجودتها عالية جداً طيب كم مرة أتناقضت مع أفكارك وأفعالك؟ طبعاً كلنا تناقضنا كثير في أفكارنا وأفعالنا وأوقات كثير تتعارض مشاعرنا مع مبادئنا نكون حاطين هدف وحاطين مبدأ لكن نتصرف تصرف بعيد جداً عن المتوقع فأحياناً نعيش بسلام مع تناقضاتنا وأحياناً نزعل على تصرفاتنا وكل شخص فينا تجتمع فيه صفات عكس بعض تماماً ونتعايش ونكمل عادي مع تناقضاتنا لأنه نقدر نفصل الأمور عن بعض وأوقات كثير بعض التناقضات تجذب عقولنا إحنا كبشر بشكل خاص في مشاعرنا لما نتعلق مثلاً بأشخاص ويكون تصرفاتهم أو شخصياتهم ما تناسبنا نحس إنه إحنا في تناقض بين إنك متقبل الشخص وحابه وبين إنك مو طايق وكاره في نفس الوقت طيب نأخذ اتصال صباح الخير صباح النوم أهلين من معايا عبد الرحمن من جدة أهلين يا عبد الرحمن وأهلين في كل أهل جدة اللي جالسين يسمعونا يا مرحبا حياك الله يساعدك يا رب عبد الرحمن أكيد سمعت موضوعنا اليوم يلا أنا لسا سوي طالع الشعرف يلا أوكي طيب كم مرة أتناقض في أفكارك مع أفعالك يا عبد الرحمن والله من جزء التناقض كبير يعني أوقات يعني تضطر أنك تتناقض مع أفكارك لأنه الوضع ما يساعدك في أوقات يعني تضطر لهذا الشيء يعني تحس إنه الموقف أختلف فيه ردة فعلك أكيد أني تعرف أنت لأنه صار كل شيء له نظام البروسكول يعني ما في شيء يعني الأوقات يكون النظام البروسكول هو اللي يضطر أنك تتناقض في أفكارك صحيح أكيد حتى الأفعال أوقات يعني نكون خلاص نبغى نتصرف تصرف معين تلاقي ردة فعلا نجاة غير أفعال أنا كانت غير عكس مبادئنا صحيح أكيد يعطيك العافية وشكرا يا عبد الرحمن على مشاركتك ويسعدك يا رب مع السلامة نأخذ اتصال تاني صباح الخير صباح الخير أهلين مين معايا؟ محمد صالح يم جدا أهلين يا محمد وأهلين فأهل جدا محمد سمعت موضوعنا ولا دوبك مشغل إلا؟ الراديو في السيارة؟ لا 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 أنا كنت معه والكنترول فاجأني كذا أنا أتصل قال لي لا أقف في الراديو وبيجيك التصال يس أوكي أنا معاكم عن التناقض تمام كم مرة تناقضت أفكارك مع أفعال؟ التناقض الشخص أولا في التناقض التقافة لها دور وبعد كده يكون عن الموقف يعني عن الموقف اللي هو فيه صحيح ممكن تكون أنت على أساس متعود على ردة فعل معينة تلاقي نفسك فجأة ردة فعلك تغيرت نعم أشكركم على مواضعكم صراحة وإباعكم جميلة وطبعا من المتابعين من الصباح أصنحت على أستاذ أحمد الركم برضه الله يسعدك يا رب تسلم يعني مواضعكم جميلة ويعني كويسة والتوعية برضه صحيح أكيد هذا هدفنا تعطي التقافة أكثر من المستمعين صحيح يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك شكرا لك مع السلام ناخد اتصال ثاني كمان صباح الخير صباح الخير صباح النور أهلين مين معايا؟ عباد دوسري علاء عباد عناد عباد عباد اسمك موراط في جمعي كل الأسماء قلتها عباد أهلين فيك يا عباد عاشت الأسامي عاشت أيامك عباد قل لي كيفك مع التناقض دايما أفكارك بتتناقض مع أفعالك؟ والله دايما هو التناقض لازم يجي الخيار الأول يكون الخيار الثاني يعني دايما ما يكون فيها الخلاف يعني لو اختلف على النحو الأول نازم تروح للنحو الثاني أكيد طبعا لأنه الإنسان أوقات يكون يعني مرتب أموره مرتب أهدافه بس تلاقيه في لحظة كل شي يتغير صحيح هنا يكون في منطق يكون صحيح ومنطق يكون خاطئ وتكون متناقض بين هذا تكون زي ما تقول حتى مع صحابك مع جماعتك زي كده يكون ودك تصدق ذا ودك تكذب ذا يعني مثل متناقض صحيح أكيد يعطيك العافية يا عباد وشكرا لمشاركتك الله يعطيك طيب فمو كل متناقض معناته منافق أو كذاب أو صفاته سيء أو عنده خلل ولكن التناقض طبيعة إنسانية موجودة في معظمنا وهي سلوك معقد في التواصل البشري سواء مع نفسك أو مع الأشخاص اللي حولك والدليل إنه دايما نحاول نفسر أشياء كثيرة لأشخاص في حياتنا مثلا شخص رسل لرسالة أجلس أفكر الشي يكسد في الرسالة وأقول لا ممكن ما يكسد كده لأنه أفعاله أو طريقة كلامه وعكس كده تماما من غير ما أدرك في لحظة إنه طبيعي وارد الشخص ممكن يكون في لحظة التناقض مع نفسه وحسب الموقف وردة الفعل فما في شخص يضحك ويبكي في الحياة أو ما في شيء بمعنى الأصحي يضحك ويبكي في الحياة أكثر من التناقضات هي مسيرتنا عشان نواجه أهدافنا وهي صعوباتنا المختلفة في الحياة فما في أصعب من أنه الشخص يكون متزن عاقل حكيم ويخطئ ويناقض وما يؤمن به في الحياة ناخد اتصال صباح الخير حالا صباح النور يسعد صباحك يا فهد صباح الخير يلا مو مشكلة انت دائما رقم واحد وحتفظ لي رقم واحد داتشي ليهم يا حبيبي يلا يسعدك ويرفع قذلك يا رب إن شاء الله حبيبي يجبر بخاطرك آمين يا رب ويجبر بخاطرك طيب أيوة قوليلي سمعت موضوعنا اليوم أيوة صحيح صحيح والله كل واحد شخص يعني ما يحب التناقض بس هي الحياة كذا سبحان الله تجي صحيح احنا ترسم شيء وتقول شيء ويجي عن العكس فهذا الشيء طبيعي يعني كل البشر يعني يتناقضون عندهم تناقض لو داخلي يعني تريد تحقق هاي الشيء فإحنا سبحان الله الحياة تقي عكس صحيح تناقض شيء هاي يعني ونقول نحرس عليك مولدك تقول أي شيء اللي تطبقوا يجي يعني مية مية بالسلك سبحان الله هذه الحياة يعني صحيح أكيد مية بالمية صح كلامك يعطيك العافية في هيدا وشكرا لمشاركتك دايما شكرا حبيبتي للمخرج ربي يشهدك ويسعد قلبك يا رب طيب وممكن نصدر أحكام في موقف معين يخالف مبادئه وتدخله في حالة خصام مع نفسه لأنه التناقض يفسد عليه الطريقة اللي رسمها النفسه في الحياة ويسأل نفسه ليش أنا متناقض مثلا نلاقي زوجة زوجة هيبغي تزوج عليها ممكن تتجنن أو تنهار لأنه في شخص تاني ممكن يرتبط أو يرتبط في غيرها أي وحدة تانية يعني لكن في المقابل هي تنتقده ليل نهار مع صحباتها عادي هذا تناقض نلاقي أبه ممكن يشجع الحرية والمرأة وأنه لازم تستقل وتسافر وتشتغل لكن مانع بنته من أنها تسوي كل دي الأشياء وهذا كله تناقض للقيم والمبادئ طيب حنطلع معاكم فاصل صغير مع أحمد سعد أحمد سعد قادر أكمل يلا دوز مع سارة أحمد أرجعنا لكم من جديد مستمعين وما زلنا معاكم لا تنسوا تتواصلوا على 012-61 61-100 للاتصال ولمشاركتكم موضوعنا وعلى الواتساب هيكون 055-6689-001 Extreme E 20 سائق وسائق يمثلوا 10 فرق طبعا كلهم بيتجهل نيوم للمشاركة في تحدي جائزة ديزرت إكس أحد جولات سلسلة سباقات سيارات طبعا الدفع الرباعي الكهربائي Extreme E يومي هيكون 11-12 مارش 20-23 طبعا يتماشى مع جهود المملكة لترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية طبعا كلكم حابين تطلعوا بكل التفاصيل والحدث العالمي تقدروا تتابعوا حسابات التواصل شركة رياضة المحركات السعودية على مواقع التواصل آت ساودي موتور سبورت لتعيشوا أجواء الحدث فالتناقض في شخصياتنا في حياتنا في بعض أهدافنا أمر طبيعي لكن ما أخلي التناقض هذا يعني إدخني في صفات سيئة زيني فاقل كدب أو إني أكون شخص ضعيفة لإرادة متناقض أو إني أجامل على الخطأ فأسوأ شيء كمان الشخصية المتناقضة اللي تتناقض في أفكارها وأفعالها في نفس المواقف أو مواقف مشابهة وطبعا في علامات لصفات الشخصية المتناقضة هادي بس قبل لا أبدأ ناخد اتصال صباح الخير صباح الخير صباح خير أهلين من معايا جمال من جدة مين جمال من جدة جمال عاشت الأسامية جمال اليوم ما أدري إيش بمع الأسامية أنا يعطيك العافية سمعت موضوعنا اليوم يا جمال إيه الموضوع كان على التناقض يس قل لي عمرك أتناقضت كده أتناقضت أفكارك مع أفعالك لازم الواحد يكون عنده تناقض يفكر في موضوعين ويختار بينها صحيح وبعدين يحدث بعد ما يفعل سخير النهائي طب عمره صار معاك أنه تناقض في نفس الموقف يعني أكتر من مرة ممكن يعني لديك موقف وتأخذه بعد تندم على دولاتي ما سويت كده ولا لا يعني أقصد تأخذ نفس ردة الفعل المتناقضة هادي في نفس الموقف لو أنا عاد عليك ولا لا أتحس أنه تفكيرك يتغير لا تغير لازم أكيد طبعا كويس يعني أنت في السليم إيه الحمد لله لازم تغير لأ أخذ راح أتأخذ عبرة من الموقف يصل لأول صحيح طيب يعطيك العافية جماله شكرا لمشاركتك خليك على الكنترول ولا خلاص خلاص تمام يعطيك العافية لا طيب ناخد اتصال تاني صباح الخير صباح النور أهلين من معايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عطيه الحريسي عطيه أهلين يعطيه صديق البرنامج أهلين فيك عطيه من جدة طبعا إيه نعم من جدة الله يسألك طيب عطيه يعطيك العافية اليوم موضوعنا عن التناقض إيه نعم طيب عمره صار معاك أنك تناقضت كده في أفعالك وأفكارك أو تكرر عليك الموقف وأخذت نفس ردة الفعل والله بالنسبة للتكرر لا يعني قد صار بالنسبة لأ ممكن أتناقض مع نفسي بس يعني شي بسيط ليش لأنه مجرد ما تصير معايا الأولى الثانية أحاول أحسبها أكتر من مرة قبل ما أتناقض مع نفسي آها كويس يعني لازم أن أحسبها صح فالحمد لله يعني بفضل رب العالمين أنا ما أظن أني قد عملت شيء وقد ندمت عليه طيب الحمد لله كويس الحمد لله يعني كل شي أنا أحاول أسوي أحسبها قبل ما أفعل أو قبل ما أتصرف أو قبل ما أفكر أني أسوي شيئا أحسبها صح إن جت معايا جت يبقى تزين يعني غير ما أنتقد نفسي أو أنتقد غيري طيب المشكلة أنه هم الشخص يحسب لنفسه أو يفكر لنفسه أي شيء يعملها آها فممكن يعني نظرة الشخص ثاني ينتقدك وإنت تشوف نفسك صح يعني لا هذه عادي أنت عندك مبدأ وعندك قيم ما شو عليها أيها فهذه هي مشكلة بعض الناس يعني لما واحد ينتقدك في أي حاجة أسوان أنك تعمل شيء لنفسك أنت تشوفه صح وكثير من الناس يشوفه صح لكن يطلع لك مثلا من العشرة واحد أو اثنين ينتقدك في شيء قويس لنفسك أنت وهو ما عجبه لكن مش عارف لي يعني لكن خلاص أنت عندك مبدأك فأنت ما قد قرارك يعني نعم أنا ما قد قراري ومقتنع أنا ما قد قراري ومقتنع لنفسي ومتأكد أنا والله أسوي حاجة اللي أنا أحسبها صح ومتأكد بفضل رب العالمين هو اللي بيعيدني على الشيء أكيد طبعا يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك يعطيك الله يعافيك وسلم المشاركة تسلم ناخد الاتصال ثاني صباح الخير صباح النور أهلين مين معايا؟ أهلين سارة كيفك؟ بخير الحمد لله الله يساعدك مين معايا؟ معاك رولا من الباحة أهلين يا رولا وأهلين فأهل الباحة أهلين الله يسلمك ويسلمك حبيبة تقلبي سمعتين اليوم؟ سمعتين موضوعنا؟ أيها موضوعكم كثير حلو يعني موضوع تناقض في مواقف بحياتنا في أفكارنا حتى صحيح من المواقف الصارت معي ممكن لو يعني صديقة كلمتني على مشكلة أهلين فتأخذ رأيي فيها فأنا كلمتها لا المفروض أنه أنت ما تسكسي وتردي عليهم عن هذا الموقف وتتصرفي كذا لكن لما أنا أنحط بهذا الموقف اختلف الوضع ومعرفة أنا إيه أعمل يعني ممكن بالرأيي نسمع المشكلة نعرف نتصرف أهان بس أفكاري موجودة لكن لما أنحط بالموقف ممكن أنا تلاقي ردة فعلك تغيرت تغيرت أيها لأنه اللي يسمع الموقف مو مثل اللي ينحط في الموقف نفسه صحيح أكيد مليون في المية أنا معاكم وبقولك التناقض مو بس للأشخاص اللي حولك كمان لنفسك لكن الواحد بيتعلم لما يتكرر مع هذا الموقف يعرف يتصرف أنه المرة الماضية أنا ما رديت لأ هالمرة لازم عارف أنا أتصرف وأرد وأتخذ السلوك الصحيح أو تتخذ القرار الصحي يعني ما تكرر خطأك في نفس المواقف أيها يعطيك العافية ولو شكرا لمشاركتك وإضافتك الجميلة ويسلم قلبك الله يسلمك طبعا زي ما قلت لكم في علامات كثيرة لصفات الشخصية المتناقضة دائما الشخصية المتناقضة يكونوا غير مرتاحين ويحسوا بتوتر وحساسيتهم تكون عالية وهذه علامة على التناقض العقلي ودايما يتجنبوا المواقف والصراعات ويفضلوا عدم المواجهة ويختاروا الطريقة الأقل مقاومة وهي علامة كمان على التناقض في الشخصية وفيه كمان علامة تأكد على التناقض في الشخصية وهي تجاهل الحقيقة واتخاذ قرار خاطئ على أساس إنها من وجهة نظر عقلانية كمان لما انت برر لنفسك وتاخد قرار غلط وتقنع نفسك إن هو صح هذا يدل على التناقض العقلي كمان الخوف من الأشياء اللي تخليك متناقض لما انت سوي شي مخالف لأفكارك وتخاف إنك تخالف رأي أحد عشان بس اللي حولك يعجبه فيك وفي أفكارك اللي عكس مبادئك تماما فلما نحس بالتناقض لازم نوقف ونعيد حساباتنا لأنه فيه أشخاص يدعوا المثالية ويناقضهم موقف وفيه ناس تدعي الصدق ويناقضهم مواقف وفيه ناس يدعوا الإنسانية والشهامة وتناقضهم مواقف كتيرة فكلنا طبعا بنعيش تناقضات كبيرة في الحياة وكل إنسان بداخله مليون مبدأ ومليون هدف يتمنى يحققه فكل ما زادت زاد التناقض معها فالتناقض بيدخل في كل تفاصيل الحياة وفي القيم والمبادئ وفي مقاييس الحب والكره والرفض والقبول طيب نطلع معاكم فاصل سريع ونرجع لكم من جديد ورجعنا لكم مستمعين الآخر فقر لنا في اليوم وطبعا في أسباب كتيرة للتناقض في الشخصية خاصة لما انتلاقي نفسك في مواقف فيها تناقض بين أفكارك وموقفك وأفعالك وهذه المواقف ممكن تكون لعدة أسباب ممكن تكون في اتخاذ القرارات لأن القرارات جزء من حياة أي شخص وحياة أغلبها مبنية على القرارات وطبعا أكثر شيء ثيرة شخصية المتناقضة القرارات لأنك مضطر تقرر بين اختيارين وأكثر وكل اختيار له إيجابياته ولو سلبياته وكل ما كانت الاختيارات متشابهة أو قريبة من بعض حيزيد التناقض في شخصيته الجهد كمان من الأسباب اللي تسبب التناقض العقلي لما تجهد نفسك في التفكير كتير أكيد حتتعرض للتناقض اكتساب معلومات جديدة في حياتك تعتبر سبب رئيسي للتناقض في الشخصية لما تكتسب معلومات أكثر يعني ممكن تغيير رأيك في معلوماتك القديمة أو المعرفة بالنسبة لك تخليك ممكن تتناقض في أفكارك وأفعالك طيب جات نرسالة هنا من الأخت فاتن طبعا فاتن صديقة البرنامج التناقض حلو تكتشف حلول جديدة أفكار أفضل لأنه لو ما تناقض بتكون على فكرة واحدة صحيح يا فاتن زي ما قلت لما تكتسب معلومات جديدة بتغير طريقة تفكيرك والسبب بيكون أنك تناقض بين أمرين طيب كيف ممكن نتخلص من التناقض اللي في شخصيتنا أول حاجة لما نحس أنه أفكارنا وأفعالنا بتتعارض مع مواقفنا وآراءنا لازم ناخد خطوات تقلل التناقض وتخفف من مشاعرنا بعدم الراحة نحاول نغير الأفكار المتناقضة وهذا من أبسط الطرق لحل التناقض العقلي وعشان تغير موقفك في أي موضوع يعني حاول يعني مثلا حاول تشوفه بطريقة تانية أو من جانب إيجابي أكتر عشان طريقتك تتغير للأفضل وإذا ما قدرت توصل لمعلومات جديدة أو طريقة تغيير تساعدك طبعا لازم تتجنب الفعل نفسه اللي يحسسك بالتناقض فكمان لما تحس نفسك يعني بين قرار مصيري لازم تاخده لازم تجلس مع نفسك وتفكر ما تستعجل في القرار عشان ممكن لو أخذ قراري تناقض مع قرارك ومبادئك وقيمك هترجع تندم ندم شديد طيب في الختام لازم نتقبل تناقضاتنا ونتعايش معاها في حدود المعقول والطبيعي عشان نقدر نسيطر على أفكارنا وأفعالنا ونحتفظ بمبادئنا بمبادئنا كانت معاكم سارة أحمد في دوز موعدنا إن شاء الله الأحد من الساعة 11 للساعة 12 مع السلامة موسيقى موسيقى موسيقى